اليوم استقبل سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية قبرص ولقاء الحقيقة شهد عقد مباحثات منفردة وكانت المباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته روابة التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم ملحوظ وكلنا تابعناه خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة لا سيما في مجالات الطاقة طبعا كلنا عارفين ده وأيضا هناك مواقف دعم متبادلة بين البلدين في مختلف المجالات والمحافل الإقليمية والدولية والتشاور أيضا المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار ألية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر قبرص واليونان وبتعد الحقيقة زي ما أنتم شايفين هذه العلاقات نموذج يحتذى به في التنصيق والتشاور بين الدول البحر المتوسط مع تأكيد دلالة أيضا يعني اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهة يعني الوجهة الخارجية الأولى للمنطقة هو دايما بيشوف ده وأيضا السياسة القبرصية بتشوف ده وذلك منذ انتخابه في فبراير الماضي وهو ما يعكس الحرص يعكس تماما الحرص على استمرار الطابع والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي كما تم أيضا التوافق بهذه المناسبة على تدشين مجلس أعمال مشترك بين الجانبين الحقيقة يبدو حفاوة اللقاء ويبدو أيضا التعاون والتشاور والحوار كان واضح جدا من خلال اللقاء النهاردة الدولة بتحرس وسيد الرئيس دايما حريص على كل العلاقات خاصة العلاقات في دول الجوار وبالنسبة أيضا لدول البحر المتوسط لأنه كمان المشروعات اللي موجودة مشروعات الغاز والكهرباء وكل المشروعات الموجودة أيضا بين قبرص واليونان مصر حريص عليها والصورة النهاردة كانت بتؤكد على هذه العلاقات